تغى الملف السوري على المباحثات التي جمعت كل من وزيري الخارجية السعودي عادل جبير والروسي سيرك لافروف في موسكو وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع الوزيرين شكر لافروف السعودية على دورها في توحيد صفوف ما تسمى بالمعارضة وقال من الضروري مراعاة قرار مجلس الأمن الرقم 2254 خصوصا فيما يخص مسألة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية الأمر الذي أكد عليه جبير حيث عبر عن تأييد المملكة للقرارات الدولية وضرورة إيجاد حل سياسي وإبعاد الميليشيات الأجنبية في سوريا وبخصوص إدلب أعرب لافروف عن أمله في أن لا يشجع شركائهم الغربيون الاستفزازات وأن لا يعرقلوا عملية مكافحة الإرهاب في إدلب واصفا مسلحين في المحافظة بأنهم خراج متقيح يحتاج تطهيرا وقال أن هذا آخر مرتع للإرهابيين الذين يحاولون الرهان على وطع المنطقة كمنطقة خفض للتصعيد ويحاولون احتجاز السكان المدنيين كرهائن بشرية على حد وصفه وفي الوقت الذي قال فيه الوزير الروسي أن بلاده الأتزال على اتصال بالولايات المتحدة بخصوص إدلب كشف عن وجود تفاهمات بين روسيا وتركيا بشأن العملية العسكرية المرتقبة في إدلب وضرورة الفصل بينما أسمها المعارضة المعتدلة والإرهابيين بهدف التخفيف قدر الإمكان من الأخطار على السكان كما أعلن الدبلوماسي الروسي أن موسكو والرياض تتبعان نهجا مشتركا فيما يتعلق بتشكيل لجنة دستورية السورية وبدء المفاوضات السياسية بين النظام وما تسمى بالمعارضة بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني داعيا الأمم المتحدة وهيئاتها إلى لعب دور أكثر فعالية في خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بما في ذلك إعادة الإعمار موسيقى